السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزية رقم 12 من الفصل الأول سنتناول بعضاً من الخواص مثل الالكتريكل الخواص الكهربية أو الماجنيتيك أو الترانسبيرانت وعلاقتها بالكومبوزيشن وعلاقتها أيضاً بالكريستل استراكشار إذن نحن مواصلون العلاقة ما بين الكريستل استراكشار والكومبوزيشن وعلاقتهم بالبروبرتي فمثلاً على سبيل المثال بالنسبة للالكتريكل أبو السلاقي أن الالكتريكل ريزيستيفيتي أو كابر تعتمد من المقام الأول أنه بزيادة الامبيوريتي داخل الكابر تزيد الريزيستيفيتي وإذا زادت الريزيستيفيتي قلت عملية التوصيل للكهرباء أما الجزئية الأخرى فإنه إذا أقمنا عملية تشكيل للكبر فإنه يزيد أيضاً من الريزيستيفيتي يبقى الريزيستيفيتي بتاعة الكابر تزيد بناء على جزئيتين إما بزيادة الامبيوريتي أو الشوائف داخل المادة أو عناصر أخرى أو بعمل تشكيل لسباك الكابر كما يتضح من الشكل الذي أمنه الذي يعبر عن الريزيستيفيتي في ممثلة بالأوم ودرجات حرامة مختلفة أبصي لقى البيور كابر أقل من الكمبوزيشن المختلف في الريزيستيفيتي وبالتالي معروف أن البيور كابر يبقى highly conductive to electrical لما زيدنا فقط 1.2% من النيكل زادت الريزيستيفيتي طب لما جبنا نفس السابيكة وعملنا لها deformation زادت أيضا الريزيستيفيتي طب لما تقريبا ضعفنا الكمبوزيشن أو نسبة النيكل بدلا ما كانت 1.1% بعد 2.16% زادت أيضا الريزيستيفيتي طب لما زودنا بدلا 2.16% زودنا 3.32% زادت أيضا الريزيستيفيتي وهذا ما حققه الكونكولوجين الذي تقدمنا به شرحه سابقا أما الماجنيتيك بروبرتي فيتعتمد أيضا من مقام الأوعى على الكمبوزيشن فمثلا وجدنا أنه بزيادة 3% من السيليكون على الآيرن زاد من عملية الريكوردينج ميديا أي زاد من الخواص المغناطسي كما يفسره الكير أو المنحنى الموضح أمامنا هنا الآيرن الماغنيتيزيشن أو المغناطسي بتاعته أقل من الآيرن ومعه 3% سيليكون أي أنه باختلاف الكمبوزيشن أدى إلى اختلاف الماغنيتيك بروبابلتي الأبتيكال أو الخواص الضوئية عندنا هنا الترانزيمينتز اللي هي النفاذية مثلا على سبيل المثال للألمينيوم أكسايد ممكن أن يكون شفاف ممكن أن يكون ترانسيليسون اللي هو نصف شفاف ممكن أن يكون أوبيك اللي هو معطم هذا يعتمد على الستراكشور بتاع الماتيري فمثلا لما كانت الستراكشور بتاعه سينجل كريستل كان ترانسبيرانت أما لما كان بولي كريستالين العديد من البلورات لكنه لو بروزتي فكان نصف شفاف أما لما كان بولي كريستالين أي تكون من العديد من البلورات ولكنه هاي بروزتي فكان عبارة عن بالنسبة للنفاذية بتاعته كان معتم